السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم وكل عام وأنتم بخير الأرض ملئت ظلما وجورا جملة من أول السطر أنا عايز في هذه الحلقة أسمعكم كلام مهم لردل عادي ولكن تكلم هذا الكلام من قلبه وزي ما بيقوله عندنا في مصر لخص الموضوع وجاب من آخر الموضوع وتكلم بكلام أعتقد أن هذا الكلام هو نبض المواطن المسلم مش هقولك العربي المواطن المسلم الأرض أيها الأحباب ملئت ظلما وجورا والمظلومية اللي موجودة مش على مستوى المسلمين فقط على مستوى العالم الأرض ملئت ظلما وجورا إما الرسول عليه الصلاة والسلام اتكلم في هذا الحديث أن المهدي يظهر بعدما ملئت الأرض ظلما وجورا قال الأرض ما قالش العرب ما قالش المسلمين ده تكلم عن العالم كله فعلا انظر الآن إلى قانون الغابة الذي يحكم الناس هو ده القانون المسيطر قانون يأكل فيه القوي الضعيف رجعنا لأيام الجاهلية الأولى بصورة بشعة جدا جدا بل باستخدام أسلحة فتاكة ومتطورة ما كانتش موجودة في أيام الجاهلية الأولى قبل ما سمعكم كلام هذا الرجل عايز أقول لكم كذا عبارة احفظوها والأيام بيننا لن يحرر المسجد الأقصى إلا الإمام المهدي لن يحرر الشام إلا الإمام المهدي لا خلافة إسلامية إلا بظهور الإمام المهدي لا توجد أي خلافة قبل ظهور الإمام المهدي افهم الموضوع ده جيدا لا وجود لنصر للإسلام وللمسلمين في ظل حكم سايكس بيكو ده الموضوع اللي يعني جمل كده حفظها ويعني خليها كده يعني في دماغك على طول علشان ما تتهشي في تفاصيل الأحداث تعالوا نسمع كلام هذا الرجل اللي مدت دقيقة ونص ونعود إليكم بتعليقها تعالوا تفضلوا معنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللي يسعد صباحكم جميعا من المسجد الأقصى وبعد ليلة حافلة بس حبنا نصبع عليكم ونصبع على القيادة قياداتنا والرئيس أبو مازن إن شاء الله أنك بخير بالله عليكم نحضي صحي من نومه وأول ما يصحى أعطوه حبة الضغط طاعته وإذا بتحبوا تحكوله شو صار بالأقصى يحكوله هو من القيادات القيادات النايمة جماعة العقبة إن شاء الله أنكم بخير إن شاء الله أنكم مبسطين صار مثل ما بدكم وزيادة إلقوش اللي اتفعتوا عليه بالعقبة ماشي مثل ما بدكم وزيادة يا كبار حصبي الله ونعم الوكيل فيكم واحد واحد شلة حرمية شلة سرسرية حصبي الله ونعم الوكيل فيكم ما حدا يصحيهم يا عمي لما يصحوا لحالهم من النوم إذا بتحبوا تحكولهم يحكولهم إذا بتحبوش خليهم نايمين هدول يا عمي ما بلزموا يصحوا الله لا يبارك لكم أبو مازل وشلة الحرمية تاعتك إن شاء الله أنك بخير إن شاء الله أنك مبسوط لما تصحى إذا بتحب تأخذ الملف هذا للمحكمة الجنيات خدوا يا كبير خدوا أوعى هدد يعني بعلب وسيع أوعى تخاف أنت وصاحب الوصاية الهاشمية إن شاء الله أنك بخير تنساش تلبس البدلة تاعتك العسكرية تطلع تلعب ببجي تفرجين حالق على الفيسبوك حسب يالله فيكم واحد واحد شلة حرمية وأندالجة وسيس حسب يالله فيكم واحد واحد الله لا يسعد لكم صباح من المسجد الأقصى الله لا يسعد لكم صباح طبعا هذا الرجل يتكلم بكلام خطير هو يبيلخص لك الموضوع من أوله لآخره لازم تعرف إن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة الإسلامية سوف تمر بعدة مراحل مراحل فيها قوة زي أيام الخلفاء الراشدين الأربعة ومراحل يبقى فيها تزبزب ارتفاع شوية قوة وبعد كده ضعف خير بعد كده شر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن قبل الخير الكثير شر كبير هو ده اللي احنا نعيشه في هذه الأيام مرحلة ضعف أعتقد إن هي أسوأ مئة سنة في عمر الأمة الإسلامية المئة سنة اللي فاتوا دولت أسوأ أسوأ مئة سنة المئة سنة اللي عدوا من عمر الأمة الإسلامية لسبب بسيط جدا لأن انت تفرقت والاتحاد قوة وإنما يأكلوا الزئب من الغنم القاسية ده حاجة معروفة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أول ما المعاني هذه المعاني معاني الوحدة غابت ضعف المسلمين وده يعني موضوع طبيعي ومنطقي جدا والبشرة للمسلمين إن مع اشتداد هذه المرحلة قاتمة السواد لازم تعرف برضو إن في خير كبير جدا قادم للأمة بعد انتهاء مرحلة الحكم الجبري خد بالك أنا عايز في مرة أعملك رسم بياني كده وأوضح لك إن الحكم الجبري ده عامل زي كده وعاء استوعب كذا حاجة وعاء استوعب كذا حاجة استوعب قرن الشيطان استوعب فتنة اسمها فتنة الدهيماء واستوعب مرحلة من مراحل فتنة السراء واستوعب قرن الشيطان خد بالك ده الموضوع أنا متخيله برسم كده بياني وسلة فيها مرسوم فيها الحكم الجبري المئة سنة بتوعي الحكم الجبري وإيه المراحل وإيه الحاجات اللي حصلت في هذه المئة سنة المئة عام وإيه لنا كلام تفصيلي في هذه المرحلة بإذن الله سنة يكون الخير والفرج الكبير في بقى احنا عايزين نقول للناس لا تنتظروا من يعني الحكم الجبري أي نتائج فيها نصر وعزة للإسلام ولمسلمين لأن هذه مرحلة قضية فيها الأمر بنحكي في أمور حسمة من الذي حسمها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بيّن أن هذه المرحلة حكما جبريا يعني حكما جبريا فيه فرقة وفيه تنازع إما ليه الاستعمار أول مع المرحلة بتاعة 1940 و50 هذه المرحلة يعني تاريخية احتلال اكتياح لكل الدول العربية وعلى فجأة طلعوا طلعوا ولك مبروك أنت الجزائر اتحرارت ومصر اتحرارت وليبيا اتحرارت وسبحان الله دول مختلفة يعني إيطاليا محتلة ليبيا إنجلترا محتلة مصر فرنسا محتلة الجزائر والمغرب وتونس يعني على فجأة طلعوا طيب هل هل كان فيه اتفاق حكام العالم الحقيقيين اللي بيديروا العالم بقالهم مئة سنة هذه المرحلة السوداء لازم كان يطلعوا في توقيت واحد ويهموا ان شعوب ان هما نالوا الحرية وبعد ما تأكدوا ان هما تركوا لهم رجال رجال طيب الناس دي من بني جلدتنا ناس انصهروا في المجتمعات المسلمة وبدأوا يفكروا بأفكار سايكس بيكو بدأوا يفكروا بأفكار التغريب بدأوا يفكروا بأفكار كلها ضد أفكار الإسلام وضد تعاليم الإسلام وكان الإفراز هو مجتمع شبه مسلم مجتمع مسلم في البطاقة بس نالك لكن يعني ان الدين حلو وتنزل تلبس الجلبية في صلاة الجمعة النجاز يعني الجلبية اسمها القميص في صلاة الجمعة وتعمل يعني مظاهر الدين لكن الحلال الحرام الواجبات المنكرات كل الكلام دوت لا مش عايزينه علشان كده الامة الاسلامية ضعفت في المظهر الخارجي كوحدة واتحاد وضعفت في المظهر الداخلي ألا وهو الالتزام بتعاليم الدين ده طبعا كلام احنا عايزين نفهمه للناس في معركة الوعي التي تسبق ظهور الامام المهدي مش عايزين نطول عليكم بارك الله فيكم شارك هذه الحلقة على جميع المنصات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته